السلام عليكم وأهلا بكم أنا آسف صدقا أنا آسف لكل شخص يشوفنا اليوم المسيحي والمسلم لأن اليوم سنقرأ مجموعة تفاصيل المسيحية بتقول على المسيح كلام لا يقبل كل شخص مننا على نفسه أو على أهل يبقى كيف سنقبل هذا كلام على تاج رسنا وحببنا المسيح عليه الصلاة والسلام قبل أن نبدأ الحلقة العادة لا تنسى تشترك في القناة و تعمل إعجاب وتعليق والحلقة عجبتك لمزيد من الانتشار و لو تقدر تدعموا هذه القناة من خلال لينك باتريون أو وسائل أخرى لمن هم داخل مصر ستجد اللينك تحت فيه في وصف الفيديو كل شيء و أي شيء ويلا نتخلص الحلقة الحلقة اللي فاتت شوفنا جدة المسيح ثمر وجده يهوذة وزن المحارم اللي حصل ولي كان موجود في نسب المسيح ووفقا لكتاب المسيحيين واليهود النهاردة بقى نشوف قصة واحدة زنية أخرى ألا وهي راحات نعمل نشوف قصتها وبعدين نرجع نعرف ما بعض مين راحات دي وإن اللي عملته الحدوتة كده من أولى الأخيرها نشوف بداية قصة راحات في يشوع اتنين بتقول فأرسل يشوع لواء تميذ موسى فأرسل يشوع بن نون من شطيم رجلين جاسوا سين سرا قائلا اذهب انظر الأرض وأريحة فذهب ودخل بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضجع هناك فقيل لملك أريحة وذا قد دخل إلى هنا ليلة رجلان من بني إسرائيل يتجسس الأرض فأرسل ملك أريحة إلى رحاب يقول اخرجي الرجلين الذين أتيا إليه ودخل بيتك لأنه ما قد أتيا ليتجسس الأرض كلها هنا ملك أريحة بيطلب القاسسين من رحاب رحاب حتسلم القاسسين ولا تعمل ايه نشوف النصوص بتقول فأخذت المرأة الرجلين وخبأتهم وقالت نعم جاء إلي الرجلان ولم أعلم من أين هما وكان نحو انغلاق الباب في الظلام أنه خرج الرجلان لست أعلم أين ذهب الرجلان اصعوا سريعا وراءهما حتى تدركوهما وأما هي فأطلعتهما على الصفح ووارتهما بين عيدانك الثاني لها منضضة على الصفح يعني قصة رحاب الزانية باقتصار ان دي واحدة كانت عايشة في أريحة يشوع تلميذ موسى بعت جاسوسين علشان يتجسسوا في أريحة هي خطت الجاسوسين دول وخبتهم عندها لما جي ملك أريحة يقول لها أنا سمعت ان فيه عند الجاسوسين قالت له اه الناس كانوا عندي لكن عندما جاء الليل هم خرجوا رحوا شوفهم أتاري رحاب كانت مخبياهم عندها فوق السطح طبعا لعملته رحاب ده وفقا لكتاب اليهود والمسيحيين عملت عمل بطولي إيماني لأنها خبت الجاسوسين من عند إله إسرائيل وبالتالي رحاب بقت محببة لدى إله إسرائيل الكلام تناولناها في حلقة ممكن تلاقوها تحت إن رحاب هناك إثبت وربك فيها طبعا هذا كان قبل التشريح وليس بعد التشريح الحادثات التي كلها ستلاقوها تحت في وصف الفيديو وفي الحلقة الكلمة فيها عن الكريم طيب وفقا للعمل البطولي والإيماني اللي عملته رحاب ده تتكر إيه هو اللقب اللي سيكون ملازم لها في الكتاب سواء في العهد القديم أو في العهد الجديد اه سمعك اللي بتقول رحاب القديسة لا حضرتك مخطئ ايه رحاب المخلصة لا 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 مش مظبوط ايه رحاب المؤمنة يا عم والله العظم ده انت مسكين اللقب اللي كان ملازم لرحاب في العهد القديم والعهد الجديد هو بمنتهى البساطة رحاب الزانية اه يعني كل ما تشوفها في الكتاب رحاب الزانية رحاب الزانية وقال لما ما تجد ايه رحاب كده لوحدها فرضاني واخد عندك على سبيل المثال كده رحاب والمتلازمة بتاعتها هتلاع عندك في سفر ياشرع ستة سبعتاشر الإله كان بالكفئ الرحاب عن عمل البطولى بتاعه ويقول فتكون المدينة وكل ما فيها محرما للرب رحاب الزانية فقط تحيا هي و كل من معها في البيت لانها قد خبأت المرسلين الذين ارسلناهما يعني المدينة كلها هتدمر معده رحاب الزانية هي وكل اللي معها فى البيت ليه لانها خبأت المرسلين الشهد الان ا الذي شأده الان من الكلام رحاب الزانية هذه اللقب بتاعها هذا عندك... والدو في يشوع 6 ٢٥ بيقول واستحيا يشوع رحاب الزانية وبيت أبيها وكل ما لها طيب ده كان في العهد الأديم بص عندك في العهد الجديد هتلاقي برضو نفس اللقب ملازم ليه هتلاقي في العبراني 1131 بيقول بالإيمان رحاب الزانية لم تهلك مع العصار هتلاقي برضو في رسالة يعقوب 2225 بيقول كذلك رحاب الزانية أيضا أما تبررت بالأعمال إذن إحنا نتكلم عن واحدة لقبها في الكتاب المقدس بعهدايا القديم والجديد رحاب الزانية طيب مين هي بقى رحاب الزانية دي يا فندم رحاب الزانية دي كان عادة هي أحد أجداد المسيح وفقا للكتاب المقدس نعم رحاب الزانية المسيح أتى من نسلها يعني مكتفوش بالثمار ويهوزة والزنة المحارم اللي إحنا شفناها الحلقة اللي فاتت لا 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 ده جاب لك كمان رحاب الزانية اللي لقبها في الكتاب العهد الأديم والجديد هو رحاب الزانية ولو جينا نشوف ستسيرة نسب المسيح اللي هي في إنجيل متى إصحاح الأول بتقول كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم بص في العهد رقم خمسة بيقولك وسلمون ولاد بوعز من راحاب فأعوذ بالله أن يكون المسيح من نسل الزوانية وحنشوف شوية مراجع بس في آخر الحلقة اوعى تغير المحط شغل روتانا السينيما والكلام ده طيب أوكي محمود ماشي دي واحدة اللقب بتاع الكتاب عهد الأديم والجديد بيقول رحاب الزانية والكتاب يحتار بصراحة لأنها زانية ويا جدة المسيح اوعى تقول لي يا حود يا ابو المحميد ان في حد بيقول ان رحاب الزانية حشد في شعري الكتاب يقول زانية ازاي هل يا محمود ايوه أقل ان في حد يقولك رحاب الزانية والله يا سدين انت حضرتك كده شكلك مسكين والله بجد يعني ليه بقى بص يا سيدي أغلب المفسرين المسيحين كده جابوا على بلاطة وقالوا كلام يشاي بالرؤوس كما قلت لكم هل يختن به الحلقة لكن ظهر جيل كده من المسيحيين اتباع زكريا بقى وحيد ورشيد بيعشاؤوا التدليس عشق كعشق للفتة واللحمة الضاني بجد والله العظيم بيعشاؤوا I love you ضلال I love you حاجة زي كده هنمسك التبريرات دي تبريرة تبريرة كده ونسلوخها واحدة واحدة نعرف ايه شغل المدبح اللي انا غرقان في الان المهم تعالوا نشوف اول تبرير عشان يقولون رحاب مش زانية يقولك بص حودة رحاب دي زانية اوكي بس كلمة زانية دي ممكن تأتي بمعنى امامية يعني ايه امامية محمود يعني ليست من بني اسرائيل هقولك يا سعدت البيه رغم ان تعبير الزنا ده بالفعل في الكتاب المقدس ممكن يستخدم في حق الامميين اللي هم ليسوا من بني اسرائيل لكن انت مش ملاحظ حاجة ان مفيش حد تسمى وخد اللقب ده وبقى ملازم له الا رحاب رحاب الزانية عندك مثلا جدة اخرى من اجداد المسيح اسمها رعوث رعوث دي كانت امامية من ناس لمقاب وماخدتش رقب رعوث الزانية طب بلاش ياسين عندك ثمار ثمار اللي كانت من الحلال اللي فاتت كانت امامية مش من بني اسرائيل برضو ما اخدتش لقب ثمار الزانية رغم انها كانت زانية بالمناسبة اذا كون ان حضرتك تقول اصل رحاب الزانية معناها رحاب الامامية طب ليه محدش خد اللقب ده كاسم فلان الزاني فلان الزاني فلان الزاني غير رحاب من اجداد المسيح اللي كان فيهم اماميات اخريات غير رحاب اذا دا يدول على ان الزانية معناها زانية محتاجة فتاكة ايه تبرير رقمتني يقول لك بص بقى حودة اصل الجواسيس دخلوا بيت ايه زانية وانت مش ياخد بالك يا محمود عند اليهود فيه وصية بتقول ان ماينفعش تدخل بيت واحدة زانية فمدام الجاسوسين دخلوا بيت رحاب الزانية اذا هي ليست زانية لان هم لو دخلوا البيت و هي كانت زانية فكلا هيكسروا الوصايا بتاعت ايه بتاعت التوراة اللي بتقولهم ما تدخلوش بيت زانية ومدام دخلوا بيتها يبقى يا باشا هي مش زانية لان مش ممكن مش ممكن بقى محمود حلوة ممكن ديه ان الجواسيس يكسروا الوصايا بتاعت النموس ووصايا الاله وبتاعتها فاقولك سبحان الله العلي العظيم على الضلال يعني حضرتكم كمسيحيين بتقولوا ان الانبياء مش معصومين وزناوا بيشربوا خمرة وعادي الدنيا بيس يعني هتيجي عند الجاسوسين دول وتفترض فيهم العصمة وانهم مش ممكن يكسروا وصايا الاله اللي قالوهم تدخلوش بيت زانية ويكسر الوصايا تدخلوا بيت زانية حبكت خلاص الرسولين دول هم اللي بقوا يعني طب طب ومعصومين نعمش بس كده وبتستدلب افعالهم كمان التي يفعلوها اللي هو الدخول لبيت هذه المرأة على ان هذه المرأة صالحة وليست زانية اذا هذا الشخص اللي بيدعي هذا الادعاء الشخص بيدلس بيمارس ويته في التدنيس وبعد نقولك على حك ماشي اعتبر ان في وصية بتقول ان ماينفعش اي حد من بني اسرائيل يدخل بيت زانية فهم كسروا الوصية يا اخي كانوا مضطرين تزعلان ليه يعني فماينفعش تستدلب حالة الاضطرار اللي عمل وعلى ان رحب ليست زانية لانهم دخلوا بيتها اذا الاستدلال ده كالعادة فانكوش وإلا هتضطر انت كمسيحي تقول ان الجاسسين دول كانوا معصومين وهذا مستحيل بل من رابع المستحيلات بالنسبة لإيمان المسيحي دابريل الثالث يقولك اصلي كلمة زانية دي وهوي يعني صاحبة فندق أو صاحبة خانة صاحبة حانة لماذا يبق يعني ان تقريبكا بإيقاف المصنص لها في اللغة اليونانية حقنا في design ستراجح أن شيئا تغريبكها انها متخفات كلمة مبيع فميع من الوصول فاتبيع وانها مبيع صاحبة فندق ولكن تغيبكا ذا ل أناミ Guy كشافت مثلا انها تبيع jeweدي من قولت ان فلانا دي شغالة في شقة مفروشة اكيد الجملة دي ممكن لوحد حزلوك فزلوك يقولك بص كلمة شغالة يعني بتمارس مهمة فشغالة في شقة مفروشة يعني خدامة في شقة مفروشة بتساعدهم بقى ان هم تقدم لهم اكل وشرب وحاجات زي كده ده ده طبعا حاجة في الفنكوش لكن المعنى الاصطلاحي بتاع كلمة شغالة في شقة مفروشة ان دي عاهرة زي برضو كلمة جرار كلمة جرار دي بتتقال على الرجل القواد ليه لانه بيجر بقى النساء بيجرهم وبيقدمهم لرجال اخرى وحاجات زي كده وبيعمل ما بينهم علاقات هو اسمه جرار طب كلمة جرار دي في اللغة معناها ايه كثير فانت لما تيجي بتتكلم مع احد تقول له اصلي فلان ده جرار هل معنى انك بتقصد ان فلان ده كثير ويجي واحد يستدلي بالمعنى اللغوي ويقول اخد بالك بقى يا عمي اصلي جرار دي معناها كثير فانا مقصودش ان هو راجل قلعبان والكلام ده ده كلام فانكوش برضو بالنسبة الرحاب الزانية نفس الكلام ما ينفعش ديجي تقول لي اصلي كلمة زانية دي ممكن تترجم ان هي بتبيع فمعنى كده انها مش زانية ان يا فندم الزانية برضو بتبيع بتبيع جسدها بتبيع شرفها الكلام ده ذكروا المفسر اليهودي رداك قال انها بترجم يونسان تترجم للبيع لكن نقل نقل بيقولك ان كلمة للبيع دي تتماشى مع اكون واحدة زانية لان برضو الزانية بتبيع نفسها وبتبيع جسد طيب امعنى في الافحام تعالوا نشوف كيف يتم صناعة التدليس على يد واحد من الاطفال اللي هما كهنة المعبب بالنسبة لكثير من زميل المسيحيين ونشوفه هو بيدلس في موضوع راحاب الزانية وللأسف زميل المسيحيين بياخدوا كلامه بيكرروا كابي بيست من غير ما يفهموا اي حاجة ولا يدوروا وراه كأنه معصوم لكن الانبياء طبعا مش معصوم بيقولك اي معلم بيقولك راحاب الزانية بيقولك كلمة الزانية دي في اليوناني اتت بورنوس وليس بورني بورني بيقولك اوكي معناها ايه؟ معناها زانية لكن بيقولك الكلمة في اليوناني اللي هي زانية بورنوس اللي هي تأتي بمعنى يبيع تعالوا نشوف الالدوش ده هو بيقول كده عندك ادي صورة من كلامه يقول فرسالة يعقوب 225 كذلك راحاب الزانية ايضا انا تبررت بالاعمال بص بيعلق يقولي وبالفعل الكلمة اليوناني بورني تستخدم عن زنا جسدي او ديني بص حتة اللي جاي بيقولك ايه بقى ولكن هي اتت بورنوس من برنيمي اي يبيع او يقدم خدمة للمرة اذا هو يؤكد زي ما حضراتكم شايفين ان بيعتارف ان كلمة بورني تستخدم عن زنا جسدي طيب بالنسبة للنص التعرحاب الزانية يا بيبي موجود ومذكور فيه ايه بيقولك ولكن هي اتت بورنوس من برنيمي اي يبيع او يقدم خدمة للمرة وجاب لك التعريف بتاع هذه الكلمة في قموس سترونج زي ما حضراتك شايف جاب لك ان الكلمة بتحمل في اليونانية رقم جي 4205 بورنوس وبص كاتب لك في التعريف بتاعها من قموس سترونج فروم برنيمي تو سيو اي للبيع بمنتهى البساطة والاريحية يا جماعة هذا الكلام نصب درجة اولى وحنكشف النصب فيه نينجاتين اولا هذا الشخص كاهن المعبد اقتطع تعريف معنى الكلمة دي في قموس سترونج هنشوف دلوقتي كلمة بورنوس اللي هو بيستدل بيها في قموس سترونج كده ونشوف معناها ايه ونشوف ازاي هو اقتطع ادي عندك الكلمة بتحمل رقم جي 4205 بورنوس بص عندك في التعريف بيقول لك ايه بقى بيقول لك من برنيمي اللي هي للبيع بص كده بقى تكملة التعريف اللي هذا الشخص الطفل اقتطعوا اللي هي عاهرة ذكور اي بالقياس فاسق متحرر عاني زاني وهادي كمان قدام حضراتك صورة من الكلام اللي نشروا هذا الطفل اللي بيصدقوه زميل المسيحيين ولي التعريف بالكامل من قموس سترونج اللي هو قطعه من سياقه طيب لو انت شخص امين ليه ما وضحتش التعليق والتعريف بالكامل من قموس سترونج للأسف ما عملش كده وللأسف ليه ده احسن ان عمل كده احسن ليه ان العلا وعاس زميل المسيحيين يستفيقوا ويعرفوا ان الناس دي بتجدب عليهم وبتضللهم ضلال كبير ورهيب وعايز اوضح حاجة مهمة جدا هنا عندك في قموس سترونج بيقولك ان الكلمة دي from prenimi اي مشتقة من prenimi اللي هي معناها للبيع وهناك فرق وبون شاسع ما بين اشتقاق الكلمة وما بين معنى الكلمة فلو الكلمة مشتقة من كلمة يبيع فده لا ينفي انها عاهرة وزانية وده اللي اقتطعوا هذا الطفل من قموس سترونج اللي هي معناها عاهرة وزانية وزي ما قلنا ان الزانية برضو بتبيع بتبيع جسم بتبيع متعة بتبيع نفسها ويؤكد على ذلك زي ما عرضت لحضراتكم المفسر يهودي راداك قال انها بترجم يوناثانت وترجم للبيع لكن نقل نقل بيقولك ان كلمة للبيع دي تتماشى مع اكون واحدة زانية لان برضو الزانية بتبيع نفسها وبتبيع الجسد طيب قموس سترونج اللي قال على كلمة بورنوس دي انها زانية وعاهرة واقتطاع هذا الطفل وخلاص لا شوف عندك ثيرد جريك ديفنيجان بيعرف نفس الكلمة اهي جي اربعة اتنين زير وخمسة وبيقول في التعريف بتاعها رجل يمارس الدعارة بجسده لشهوة الغير مقابل اجر المومس الذكر رجل ينغمس في جماع غير شرعي زاني وبيقول كلمة مرتبطة بقموس سترونج اللي هي من بريني للبيع وزي ما احنا موضحنا ان الارتباط ما بين بورنوس وما بين برينيمي اللي هي للبيع ان برضو الزانية بتبيع جسدها بتبيع شرفها زي ما ضربنا المثال بكلمة شغالة لما يقولك شغالة في شقة مفروشة تعرف ان انا بتكلم عن عاهرة مش واحدة خدامة وشغالة محاسبة مثلا في شقة مفروشة فكفية تدليس ونفس الكلام اللي هي اختصار لكينج جيمس كونكوردنس اللي بيقول ان الكلمة اتكررت عشر مرات اللي هي ايه بورنوس بيقولك اتكررت عشر مرات وكلهم زنا وزاني وكمان بيذكر لك النصوص في الكتاب المقدس اللي بتؤكد على ان بورنوس عندما ذكرت في الكتاب المقدس ذكرت عن شخص زاني اذا اول محاولة بيعملها هذا الطفل كاهن المعبد ان يقولك بورنوس معناها يا بيع يبقى رحاب دي بتبيع يا عمي بتبيع ايه يا عم الله يهدينا وهديك المفاجأة الثانية يا جماعة تعال نرجع لكلام هذا الشخص المدلس مرة ثانية ونفهمه وهو بيقولك ايه قادي رسالة عقوب 225 كذلك رحاب الزانية ايضا تحية بص بيأكد وبيقولك وبالفعل الكلمة اليونانية بورني تستخدم عن زنا جسدي او ديني اذا هنا يؤكد ان الكلمة بورني تستخدم عن زنا جسدي او ديني بص المدلس بيقولك ايه المفاجأة يا شباب هل النص اللي هو ذكره بتاع رسالة عقوب ده اللي هو بيتكلم عن رحاب الزانية مذكور في بورني اللي هو اقر انها زنا جسدي او ديني ولا زي ما بيقول هذا الالدوش انها اصلا قتت بورنوس لم تأتي بورني تعالوا بقى ايه نفهمه شوية افهمات كده عشان تعرفوا كيف يتم اسموعة التبليس من هؤلاء الاصطة ادي عندك موريست وادرس استاذ العهد الجديد بالكلية الكليريكية مش محمود داود بيقول في تفسير رسالة عقوب صفة 81 وبيفصل العدد بتاع رحاب الزانية بيقولك كذلك رحاب الزانية شوف بين قصين حتطلك ايه بورني ماذا بورني اذا ما قالش بورنوس ازاي ما بيقول هذا الشخص اللي هو الصبي الصغنن اللي بيقعب بيدلس عن المسيحين لا ابدا ادي استاذ العهد الجديد بيقولك رحاب الزانية بين قصين بورني وهذا الشخص كاهن المعبد الشخص القلدوش الصبي بيقولك والكلمة هنا اتت بورنوس ادي عندك كلام استاذ العهد الجديد قدام حضرتك بيقولك رحاب الزانية حتطلك بين قصين بورني وهذا الشخص اللي بيدلس على زميل المسيحيين بيقولك ولكن هي اتت بورنوس انت يا زميل المسيحي بالله عليك صدقني واستاذ العهد الجديد ولا هذا الشخص اللي بيدلس عليك عرفت يا زميل المسيحيين ان الشخص اللي حضرتك عنه كابيبس 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 ده مجرد نموذك فقط بيوضح ان هذا الشخص بي اني اتنفس عشقا لا ده قازم ولا مش عارف النظار قباني ده يتنفس تدليسا وامعانا في الافحام تعالوا برضو نشوف هذا النص كده بنفسنا والله يا جماعة ونشوف ان الكلمة المستخدمة هي بورني اللي هي تعني زنة جسدي او ديني وليس بورنوس زي ما يقول هذا الشخص المدلس ادي عندك ترجمة كينج جيمس من برنامج الإيس هورد بص عندك هنا بيترجم الكلمة ايه بيقولك رحب ده هارلوت وهارلوت معناها يا شباب معناها عاهرة بص حتطلق جنبها باليوناني رقم ايه اربعة اتنين زيرو اربعة طيب ننزل نشوف هذه الكلمة هل هي بورني ولا بورنوس زي ما بيقول المدلس بص عندك في خاموس سترونج ادي الكلمة هي جي اربعة اتنين زيرو هتلاقيها ايه بورني الله يعني مش بورنوس زي ما بيقول هذا الشخص المدلس طيب بص حتى في التعريف بتاعها بيقول ايه ومعناها زانية مجازيا لعبدة الاوثان مثلا ومعناها زاني وعاهرة ها ازاي الحال ايوها المدلس طيب برضو نص تاني يتكلم عن راحب الزانية في العهد الجديد في رسالة العبراني 11 راح و 30 بيقولك بالايمان راحب الزانية لم تهلك مع العصاء ادي عندك ترجمة كينج جيمس فيرجان وبيجبلك الكلمة اليونانية المستخدمة بص بيقولك ايه باي فيث تهارلوت العاهرة ها راحب الى اخر النص طيب هارلوت اللي هي العاهرة بيستخدم في حقها نفس الكلمة اللي هي بورني اللي بتحمل رقم جي اربعة اتنين زيرو اربعة وليس بورنوس زي ما بيقول هذا المدلس يبقى النصوص اللي تتكلم عن راحب مذكور فيها بورني لهذا الشخص الطفل اقر انها زناجسة دي لكن هو ده اللي سؤالك اصل هنا هي اتت بورنوس بورنوس والله انت اللي عايز تلبس بورنوس بالتدليس اللي بتعمل تعملوا هذا الشخص يعني طيب كيفاء كده يا شباب ولا ندلعوا ندلعوا انا بحب ده اصلا الدلع انا شخص ايه غنوج دلوع كتكوت كده طيب هذا الشخص لما كان بينفي عن ثمار نازانية اه والله رغم كل اللي عملته زن المحارم ده وتفاسيره ومش عارف ايه بينفي انها زانية طيب كانت حجته ايه بيقول لك بص يا محمود اصل كلمة زانية في العبرية تعني ايه زاناه بيقول لك اما الصفة التي اطلقت على ثمار ليست زاناه ولكن هي قدشاه وقدشاه معناها ايه زانية معبد وبتزني من اجل تبرعها للمعبد حلوة اوه اذا المنطق بتاعه عشان ينفي عن ثمار كون انها عاهرة قالك لم يستخدم في حق ثمار كلمة زاناه في العبرية ولكن استخدم في حقها قدشاه يعني زانية المعبد اذا ثمار ليست عاهرة ده المبدأ بتاعه المفاجئة عليك يا عم الكتكوتو هنفتح مع بعض دلواتي سفر يشوع اللي بيتكلم عن مين عن راحاب وهنلاقيه بيستخدم في النص العبري كلمة زاناه ادي عندك اهو يشوع اتنين واحد مكتوب ايه مكتوب زاناه ادي عندك يشوع ستة سبعتاشر برضو مكتوب ايه في العبري زاناه ادي عندك يشوع ستة خمسة وعشرين مكتوب ايه زاناه اذا هذا الشخص لما كان بينفي عن ثمار كون انها زانية لك اصلي مستخدمش بحقها في العبرية كلمة زاناه ولكن قدشاه ليتعني زانية المعبد اذا ثمار ليست زانية وليست عاهرة حلو يا بيبي لماذا روحتش في النص العبري و تشوف عن راحال مذكور عنها ايه مذكور عنها زاناة طيب لماذا هي مذكور عنها زاناة في العبرية هذا الشخص عمل ايه عمل نفسه بنخالته عمل نفسه و اه ايه اه 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 مش سامعك من الديجيه انا مش هنا اساسا انا لما اجا اكلمني ويقعد مع نفسي ويشوف حاجة اي كده والله العظيم تدليس مابعده تدليس وبكده الزنافي نسب الرب حسب الجسد في المسيحية عد معي ثامار يهودة راحاب داود اللي زنمع بتشيبع ودي عندك بتشيبع عندك سليمان كمان سليمان زنى اه لانه سليمان تزوج زواج غير شرعي من غير اليهوديات اذا ده يعتبر زنم طيب عندك دول ستة زواني خد عندك كمان راعوس راعوس دي مؤابية والمؤابين دول من الناس لمين من الناس للوط اللي زنمع بناته اللي اتنين وانجب منهم مؤاب ومؤاب ده جي منه راعوس المؤابية طيب راعوس المؤابية دي جاية هي كمان من الناس لمين من الناس للزنى محارم اذا عندك ستة زنا وعندك واحدة اللي هي راعوس المؤابية جاية من الناس للزنى محارم ده غير من الستة زنا دول عندك من ضمنهم يهوذة وثمار عملوا زنى محارم اللي جابوا منه فارس اللي جي منه المسيح كل دول زواني وبعد كده تتعانوا في نسب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بجد لا مفيش تعليق ومفيش منطق ومفيش اي حاجة في اي حاجة خالص والله وتعالوا نختم زي ما وعدتكم ببعض المراجع والفيديوهات المسيحية اللي تتكلم عن نسب المسيح اللي للأسف وفقا للكتاب المقدس غير مشرف بالمرة وبعتذر مسبقا لزميل المسيحيين وللمسلمين بطبيعة الحال عن اللي حضراتكم هتسمعوه رغم انه كلام تفسير المسيحيين لكن انا عارف ان كلام التفسير ده هيكون جارح جدا 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 على الاسماع فبعتذر لحضراتكم نيابة عن علمائكم وعن تفسيركم نبدأ مع بعض بالموسوع الكنسية كان بيحاول يعمل توفيق ما بين ان رحاب ده بتبيع وما بين ان هي زانية والكلام ده رح قالك ان رحاب بتبيع وزانية اللي اتنين مع بعض بص في الموسوع الكنسية تفسير يا شراء صفا 21 بيقول ايه ويرجح ان رحاب كانت تؤجر بيتها الذي تقيم في جزء منه مع عائلتها فندقا للغرباء كما انها كانت تعمل باحد المعابد الوثنية كزانية حيث ان الزنا كان احد ممارسات العبادة الوثنية التي نذرت رحاب نفسها له يعني اقرب الاتنين اللي كان عندها فندق وهي نفسها كانت زانية وبيقولك في اخر سطر وقد نازل الجسوسان في فندق رحاب حتى لا يشتبه فيهما احد من سكان اريحة اذ كان الكثيرون يترددون على هذا البيت للزنا او الاقامة اذا ادي اول كتاب بيقر على ان رحاب عندها فندق بس فتح شوء ادعار افندم وهي كانت شغالة زانية طبعا كل ده لسه بسخن عندك تاني كتاب هو كتاب النقد الكتابي ما درس النقد التشكيل بتاع حلم القم السعقو بيقول قصد الروح القدس تحطين كبرياء وتشامخ اليهود الذين يتعالون على الامم ويتفاخرون بآبائهم في الوقت الذي اراد فيه الروح القدس ان يظهر تواضع السيد المسيح الذي ارتضى ان يتجسد ويتأنف من اسلاف بهذه الصورة المذرية نعم اسلاف بهذه الصورة المذرية دعا لناخد تالي الكتاب معنا وهو تفسير هنري ارينسايد لانجيل متة بيقول فيه كلام بيقول لفتاخرون الانتباه الى وجود اسماء خمس نساء في اللائحة اللي هو نسب المسيح يعني وهذه ما كان لأي مؤرخ يهودي ان يرغب في الاعتراف بها بشكل طبيعي وهؤلاء هن الخمس نساء بقى لهم ما بيشرفوش اي مؤرخ يهودي خالص دول اللي هم مين بص بيقولك رقم واحد هن الثامار التي يدون الاصحاح 38 من سفر التكوين قصتها المخزية مخزية؟ اه وتكلمنا عنها الحالة اللي فاتة وفعلا قصة مخزية بتزني مع حماها زنا محارب دي جدة الرب وثقا للمسيحية بص بقى راحاب اللي تكلمنا عنها النهاردة بيقولك ايه؟ وراحاب المومس الأممية والله العظيم انا بعتذر عن هذا الكلام هذا ليس كلامي هذا كلام هنا رئينا نصاية تفسير انجل متان بيقولك راحاب المومس مومس؟ بيلا عليك يا زميل المسيح انت تقبل ان جدك ولا جدتك يتقال عليهم مومس مومس؟ طيب بيقولك وراحاب المومس الأممية والتي صارت زوجة لأمير إسرائيلي رغم انها امرأة ذات شخصية شريرة بيذكر المرأة الثالثة وهي رعوث المؤبية وزي ما قلنا ان المؤبية دي جاية من مؤاب ابن مين؟ اذن لوط من بناته يعني بناته زنوا في زنا محارم وجابوا منه مؤاب ومؤاب ده جاي منه مين؟ رعوث المؤبية جاية برضو من زنا محارم ورعوث المؤبية اللي جاي من زنا محارم هي جدة الرب وفقا للمسيحية وبيذكر المرأة الرابعة وبيقول وبالتشيبع التي تذكر تحديدا على أنها المرأة التي لأورية ما يذكرنا بفشل داود المورية بالتشيبع دي اللي احنا عملنا حلقة عن داود النبي وداود النبي كان بيزني معيه تعال نشوف التفسير الرابع على هو ويليام ماكدنالد هو بيعلق برضو على نسب المسيح وبيقول فإن تضمين أولئك النساء هنا يعتبر أمر موديشا جدا فإثنان منهن ساقطتان وهما ثمار ورحاب ساقطتان امرأة ساقطة يا زميل المسيحي ليست واحدة بل اثنتين وأتى منهم المسيح وفقا لكتاب حضرتك طيب بيكمل وبيقول وواحدة ارتكبت خطيئة الزنا وهي بالتشيبع هذه الثالثة واثنتان أمميتان وهما رحاب وراعوث تعال نشوف الكتاب والتفسير اللي بعد كده بيقول حلاء انه ويليام باركلي بيقول في تفسير إنجيل مكة 19 والأغرب من ذلك أن النساء اللواتي ذكرهن متى في سلسلة النسب أسماء لا تشرف كثيرا فراحاب هي زانية أريحة مشهورة وراعوث مؤابية وليست يهودية وتقول الشريعة لا يدخل عموني ولا مؤابي في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لا يدخل منهم أحد في جماعة الرب إلى الأبد بيطرح برضو مشكلة تانية بالمناسبة ما تكلمناش عنها في رعوث إن العوث دي مؤابية والمفروض إن المؤابين دول ما يدخلوش في جماعة الرب حتى الجيل العاشر لكنها دخلت ما علينا من تبريراتهم ما علينا دلوقتي حم نتكلم في سكة الزنا والكلام ده بتكلم عن المرأة الثالثة التي تعتبر اسم لا يشرف وأثمار لها قصة مخزية دبرتها بنفسية في تكوين إصحاح 38 وبالشيبع أم سليمان وهي المرأة التي اختطفها داود من زوجها أوريا بطريقة مخجلة وقاسية في صمويل الثاني وبعد كده بيطرح سؤال بيقول ما الذي دعمتها أن يختار هذه الأسماء بالذات ليجعلها في سلسلة نسب المسيح مع ما فيها من خزي وعار خزي وعار حضراتك بتكلم عن الرب اللي انت بتعبده بتقول جاي من نسب خزي وعار تعال نشوف الكتاب اللي بعده حنلاقي متى هنري في تفسير عد جديد جوز الأول صفحة 10 بيقول بالنسبة للنساء لم يذكر منهن في هذه السلسلة سوى أربع نساء فقط من بينهن اثنتين كانتها أجنبيتين عن رعوية إسرائيل هما رحاب الكنعانية التي كانت زانية ورعوث المؤبية لأنه ليس يوناني ولا يهودي في المسيح يسوع وأما الاثنتين الأخريان فكانت من الزانيات وهما الثامار وبالشبع وكان في هذا دلالة أخرى على الإهانة التي تعرض لها ربنا يسوع إهانة تعرض لها ربنا يا ربنا الله العظيم الله العظيم الله العظيم ربنا يهديكم ناخد كم فيديو كده على السريح ناخد أدي عندك أولا داود لمعي بيتكلم عن رحاب يقول لك كانت شغلتها زانية نسيت أحكي لكم حكاها أظنكم فاكرينها كان في بيت في الصور بتاع واحدة اسمها رحاب بشغلتها زانية ودعشة معادي شيء من الأطفال بتاع اليومين دول اللي بيضلوا زمائل المسيحين يقول لك أنا أصلا ما كانتش زانية آدي يهو واحد من مفسر الكتاب المقدس وبالفيديو يعني لو ما بتفهموش التفاسير قال الفيديو ولك كانت شغلتها زانية طيب دا رقم واحد عندك الفيديو رقم اتنين مين مكاري يونان تعالوا تشوف مكاري يونان بيقولي عن النسب للأسف غير مشرف للمسيح يبقى سلسلة الأنساب دي ليه ايه الحكمة منها الحكمة ان انا جاي عشان اخلص شعب زاني او انسان زاني انسان زاني وفي الأنساب زانية نعم انا معاك لانه هو حيخلص الشعب الزاني او البشرية الزانية آدي مكاري يونان بيقر ان ننسب المسيح فيه زانيات ويقولك نسب المسيح فيه زانيات انا معاك لان المسيح جاي وخلص الشعب الزاني او الطبيعة الزانية ايه كلام في اي حاجة لكن المهم انه هنا بيقر ويقولك ان المسيح جاي من نسل زانيات انا معاك نختم بقى بزيكو زكري بطرس زكري بطرس الهب منتهى الصراحة والوح كده قال لك اه المسيح اتى من نسل ساقت وبتقول ان في المقابل بقى ذكر يسوع انه من نسل ثامار الزانية ايه ما زكاهوش ولا حاجة بقى ده القرآن زكاهو ده بيقول من نسل زالواني رؤيتك برضو القاصرة ترى هذا ليه بقى لان المسيح بالجسد اتى من النسل البشري المخطئ الكتاب يقول الجميع زاغوا وفسدوا معنا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد الجميع وقد ولد من هؤلاء ليكون نائبا عنهم مش ليارث خطيتهم ليكون نائبا عنهم فاديا لهم فجاء من هذا النسل الساقت طبعا حيجي من ملايكة مش مفهوم عندكم الحاجات دي المخم تلصم من هذه الناحية اه دي هو زكريه بطرس اللي بيطعن ليل ونهار في نسب وطهر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيعترف ان الرب اللي بيعبده اتى من نسل ساقت و بعدين بيقول لك ايه بقى بيقول لك اه يا عم المسيح جي من نسل الساقت ده وملا يجي من ملايكة طرعا مش مفهوم عندكم يا مسلمين الحاجات دي عشان المخم تلصم لا يا جدي دحكتني هو ما ينفعش الواحد الا انه يجي من ملايكة او يجي من نسل ساقت انت بقى زكريه جاي من ايه لو انت حصرت انه عشان الواحد ياتي يام ما يأتي من ملايكة يعني من نسل ساقت انت من ملايكة يا زكريه لا انت من نسل ساقت ملايش حل او في حل بقى لو مش من مخ مطلصم يا زكريه بيقول ان مش شرط الانسان يجي من ملايكة واليجي من الناس اللى صاقت و gardenous new and new vers جديدة دي رهيبة ما خطرت لكش على المخ اللى مش متلصم يا زكريه يا بطرس إنه واحد يأتي من نسل شريف عفيف وهكذا كان المسيح صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وأبى من أبى وأقسم على ذلك أن حبيبي وسيدي وتج رأسي المسيح باريء كل البراءة من هذا النسل وهذا النسب وهؤلاء الأسلاف غير المشرفين بالمرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديكم ما كان داود زانيا ما كان لوط زانيا وحاشا أن يكون أسلاف المسيح زواني يا زمان المسيحيين أنا آسف على العصابين اللي أنا فيها دي والله دا نبع من حب للخير ليكم ونبع من حب الحبيبي وسيد المسيح صلى الله عليه وسلم خلصة الحلقة تنساش بقى تعمل اشتراك لايك حاجات حليه تحت في وصف الفيديو وحاجات والله العزمي الواحد أرفان أقسم بالله أنا أرفان وأنا بتكلم معلش عذروني يعني يلا سلام عليكم وشوفكم في حلقتين